بينما تحتل بعض الجامعات السعودية مرتبات متقدمة في التصنيفات الشهيرة عالميا إلا أن الحاجة للتطوير دفعت الكثير من الجامعات إلى تبني خطة تطوير شاملة بعد جدل مستمر حول ارتفاع نسبة عطالة الطلاب الجامعيين عبد المحسى الحربي مع التفاصيل بارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات بدأ واضحا وجود فجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل يتحدث عنها كبار مسؤولي التعليم حيث أقروا بالحاجة الفعلية لتغيير في التعليم الجامعي وهو من عكس على الطلبة والطالبات الذين يشعرون بقلق حيال مستقبلهم أنا ما أخفيك جميع التخصصات المطروحة في الجامعة ليس لها مستقبل وظيفي لكن هي تعتمد على عدة محاور أهم محور مستوى الطالب الطالب يقدم في التخصص هذا هل يطور نفس الطالب؟ هل عنده سوفت سكلز؟ نحن في هذه الفترة الطالب مو بس يعني يعتمد على تخصصه فقط وشهادته لا برضو لازم يكون عنده مهارات عندنا نحن في جامعة مكسود كلية الطب طبعا المصادر تتجدد كل سنة فكلما تنضاف معلوف جديدة في الطب وكذا برا ولا لأي مكان دائما المنج عقنا يتطور 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 حتى المحاضرات تتغير مع كل سنة السنة الماضية في المحاضرات لا تلقى هذه السنة الجاية أحس أنها ستفيدني في المستقبل أغلب المواد ستفيدني في المستقبل وفي بعض المواد أحس أنها بصراحة لا فائدة شرعت الجامعات السعودية في تنفيذ خطة تحول أكاديمية كبيرة بدأت بمشروع سمي التحول البرامجي الأكاديمي والذي أعلنت خلاله بعض الجامعات عن خطتها خلال السنوات القادمة وأبرز ملامح ذلك التغيير هي الآتي إضافة فصل دراسي جديد ليصبح عدد الفصول ثلاثة إضافة مقررات دراسية وصلت إلى ثمانية وثلاثين مقررا جديدا في إحدى الجامعات دمج وافتتاح وأغلاق كليات وأقسام تقنين التخصصات النظرية والأدبية وخفض القبول فيها بنسبة وصلت إلى سبعين في المئة والتوسع في المجالات الصحية والعلمية والهندسية ومن أبرز التخصصات المضافة الدكاء الاصطناعي وعلم البيانات وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني وهندسة الطاقة والهندسة الكيميائية وهندسة الاتصالات والتمريض المسرع تحويل خمسين كلية مجتمع إلى كليات تطبيقية وأخيراً إلغاء السنة التحضيرية بعد أكثر من عقد على إقرارها في بعض المقرارات أيضاً لها علاقة ولها علاقة وثيقة ولها علاقة تطبيقية بسوق العمل لا شك في ذلك لكن يعني فيه تفاوت فيه تفاوت كبير في كليات الهندسة أو كليات التطبيقية غالباً نادر أنك تجد بعض المواد اللي مع العلاقة بسوق العمل الصراحة أنا أشوف لا لأني غالب أنا أشوف أنا التحضيري أنا أشوف هذه سنة يعني سنة ضائعة في حياة الطالب لأن حرفياً يدرس شيء ما لا علاقة هو يدرسه في التخصص اللي يدرس فيه خصوصاً لما تدرس أنا صحي يعني غالباً الساعات يعني أكثر ساعة أنا أخذها عليه الفيزياء والفيزياء ما لا علاقة في التخصص وصحي أبداً تروح للعلمي العلمي أكثر ساعة عليها معدل اللي هو الكيميا وما لا علاقة يعني أنت تحتاج يعني تطور نفسك أكثر فأكثر يعني طبيعي أن خطة الجامعة ما تكفي ما تغني يعني لكن لكيد أنها تعطيك أول خطة لسوق العمل المتطلبات سوق العمل أكثر من 27 جامعة سعودية تعمل على تغيير شامل في العملية التعليمية لديها بعد عقود من عدم التحديث وهو الانتقاد الموجه للتعليم العالي حيث كان يسير التعليم في طريق يخالف سوق العمل بحسب مختصين عبد المحسن الحربية العربية الرياض تمثل المواءمة بين جودة مخرجات التعليم في الجامعات السعودية ومتطلبات سوق العمل أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 وزارة التعليم في السعودية تعمل على إطلاق نظام الجامعات الجديد العام القادم بهدف تقليل الهدر التعليمي وانخراط الطلاب في تخصصات وفق ميولهم وقدراتهم وتحسين مستوى مخرجات التعليم وسد الفجوة بينها وبين سوق العمل تسعة وعشرون جامعة حكومية وثلاثة وعشرون جامعة خاصة تنتشر في جميع المناطق بالإضافة إلى خمسة عشرة كلية خاصة فيما يبلغ عدد الكليات التقنية مائة وستة وتسعين كلية للبنين وتسع وعشرين كلية للبنات متوزعة في عدد من المدن السعودية عدد من الوزارات المشاهدين في السعودية أعلنت عن مبادرات ابتعاث متخصصة حيث أطلقت وزارة الثقافة برنامج الابتعاث الثقافي في تخصصات فنية وثقافية فيما أطلقت وزارة السياحة برنامج الابتعاث السياحي في تخصصات نوعية أما وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية فقد عملت على برامج بهدف خفض البطالة إلى 11% في الربع الرابع من عام 2021 وينضم إلينا هنا في الستوديو المختص في الموارد البشرية وسامة شماري سيدة وسامة مستخير مرحبا بك معي في نشرة الرابعة دعنا نسأل اليوم السؤال العريض هل لدينا أزمة أو فجوة بين مخرجات التعليم وما يطلبه سوق العمل هل هذه ترقى لمستوى أزمة؟ دون أدنى شكل حقيقي عندما نراجع جميع الخريجين للسنوات السابقة هناك الحقيقة فجوة كبيرة وهي واضحة للعلن ومن هو مهتم في سوق العمل بشكل كبير فيما يخص مخرجات التعليم وفيما يخص مطلبات والوظائف المعروضة في سوق العمل هناك فجوة موجودة ولا زالت نعاني منها هذه الفجوة لبعض التخصصات الجامعية التي لا تنتمي إلى بعض الاختصاصات المعلنة في وظائف في القطاع الخاص وفي سوق العمل يعني الجامعات هذه ما فيها تخصصات تخدم سوق العمل أو هذه الوظائف المطروحة ولا العملية عكسية؟ أنه الوظائف مش موجودة وفي خريجين من تخصصات مختلفة هي علاقة فيما بينهم مشتركة الحقيقة هناك بعض التخصصات التي صار فيها تكدس كثير من طلاب الطالبات وحصلوا على هذه التخصصات ولكن خلال هذه السنوات التي يومنا درسوا فيها صار فيه متغيرات في سوق العمل كان هناك في شح في هذه الوظائف المعروضة لتخصصاتهم الآن أصبحت شبه غير متواجدة الحقيقة وهذا الآن ما تسعى عليه جميع الجهات المستهدفة والتشاركية إلى تنظيم مخرجات التعليم بحيث أنها تكون هناك مواءمة مع مطلبات سوق العمل وهذه الآلية إن شاء الله ما راح نلتمسها فيه في الوقت القريب خلال السنوات القادمة اليوم لو أنا جهة عمل وطرحت في سوق العمل وظيفة وطلبت الناس يتقدموا عليها بالنسبة لي كصاحب عمل أو كجهة حكومية أو خاصة أو غيرها المهم عندي هي تخصص الشخص المتقدم للوظيفة أو المهارات الموجودة عند هذا الشخص بغض النظر عن التخصص الجامعي الذي عنده لا تحدث عن أشياء دقيقة مهندس طبيب وغيرها لا تحدث عن وظائف الإدارية أو التي يمكن أن تشغل فيها مخرجات تعليمية مختلفة في المتخصصات دعني أعطيها من جانب فيما يخص الموارد البشرية لا بد أن نعرف أن لكل وظيفة هناك جدارات ومطلبات لهذه الوظيفة إذن لكل وظيفة موجودة منشئة وفق منظمة هناك تعمل بإيمان قوي في أهمية دور الموارد البشرية وآلية موارد البشرية وأقسامها إذن لكل وظيفة هناك جدارات ومطلبات المتطلبات لهذه الوظيفة لا بد أنها تكون موائمة وكذلك تتوافق مع المرشح لهذه الوظيفة بناء عليه يتم اختيار هذا الموظف بعد اجتياز عدة المراحل المتخصصة في المقابلة الشخصية أعود للنقطة التي ذكرتها لا يمكن أن نهمل دور المهارات الحقيقة وهي علاقة طردية ما بين المهارات وما بين المؤهل إيماننا تام في الإختصاص نعم نتمنى أن يكون الخريج في إختصاص أن يعمل في نفس الإختصاص وأن يكون هناك امتداد إختصاص ولكن هذا اللاهو لن يكون كحكم مطلق هناك بعض الحالات الحقيقة منه تميزت في عمل في وظائف مختلفة تماما عن شهادات اللي هم حاصنين عليها والمؤهلات التعليمية اللي هم حاصنين عليها ولكن عززت في بعض الشهادات المهنية وعززت كذلك في الدورات وصقلت هذه المهارات دعني نحكي عن القطاع الخاص متطلبات التوظيف اليوم في القطاع الخاص تعتقد أنها سبب في نسبة البطالة اليوم الحالية هي نسبة انخفضت طبعا من 14 ونصف تقريبا إلى 11% لكن لا زالت النسبة 11% القطاع الخاص هل هو شريك في هذه النسبة؟ ما في شك كيف؟ توليد الوظائف يتم عبر القطاع الخاص والقطاع الحكومي كذلك والشبه حكومي هي برضو هنا علاقة طردية إذا ما ولدت هذه الوظائف وزادت عدد الوظائف إذن ما في وظائف ستعرض في سوق العمل إذن هنا سيكون العرض قليل جدا إذن هي علاقة طردية مئة بالمئة ولا بد من الشركات الحقيقة وكذلك القطاعات الحكومية والشبه حكومي كسوق العمل بأكملة أن يساهم بشكل كبير لتوليد هذه الوظائف وإنشاء هذه الوظائف ووجود هذه الوظائف لحاجتها للمنظمة كذلك وفتح مجال التوظيف بالمطلبات والاشتراطات العادلة لكل المتقدمين ترى الجامعات تأخروا في خطوة الدمج وفتتح قسام جديدة واغلاق قسام وتخفيض نصب القبول ما يتواكم مع سوق العمل أو متطلبات الوظائف الموجودة طالما بدأنا منذ إطلاق برنامج تسلم القدرات البشرية من العام الماضي إذن نحن في فترة تصحيحية ومن مستهدفات برنامج تسلم القدرات البشرية أن يصلوا إلى نسبة 80% في عام 2025 أن يتوافق مخرجات التعليم مع مطلبات سوق العمل من نسبة 80% إلى نسبة 80% لو وصلنا إلى أقل من هذه النسبة بنصفها نحن جالسين نمشي في مسار صحيح بينما السنوات السابقة لم يكن هناك تصحيح لهذا الخطأ الموجود الحقيقة أو لمخرجات التعليم التي لا تتناسب مع سوق العمل طبعا فقط للإشارة حاولنا أن نتواصل مع بعض الجامعات مع التعليم العالي لكنهم رفضوا الخروج معنا والتعليق على هذا الموضوع على حتى هذه التحديثات الموجودة في الجامعة على كل حال شكرا جزيلا لك كان معي هنا في السوديو المختص في الموارد البشرية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك